ساعات اللي فاتت ده بالنسبة لأخبار نادي الزمالك حصلت صلاة بين محمد ونجم ومسؤولي الوداد المغربي اللي معرفة رغبته في العودة لصفوف الفريق بعد اكتراب انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي ونجم أكد أنه مرحب بالعودة لصفوف الوداد وكمان في جلسة اعتجمعه مع مسؤولي الوداد لاتفاق على بعض الأمور المادية برضو الشكبالة بقى خارج او اصبح خارج مباراة طلاقة الجيش المقارنة لها يوم السرساء المقبل الشكبالة بيعاني من اصابة بشد فيها العضلة الخلفية وبيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي واللي موجود في الزمالك يسد بس اصابة الشكبالة مع النقص العددي في نادي الزمالك من العناص بسبب قصة الكود اي لا بيغيب عن الزمالك هيأثر ولكن زي ما قلت لكم الباقي يسد والباقي يسد امام عشور هيكون متواجد في التشكيل الاساسي للزمالك امام طلاع الجيش بعد غيابه عن مباراة امب الأخيرة للإقاف فريرة عقد جلسة مع امام في التدريبات الأخيرة وطلب منه ضرورة التركيز ولعب الكرة من لمسة واحد رمضان صبحي لعب بيراميدز رفض المحاولات اللي بيبذلها مسؤولي نادي الزمالك من اجل اقناعه بالانتقال الى الفريق بداية من الموسم المقبل مصدر داخل بيراميدز اكتل رقم عشرة ان رمضان بيرفض الانتقال الى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة وانه متمسك بتكرار تجربة الاحتراف الخارجي وفي حال عدم تلقي عروض مناسبة هيستمر مع بيراميدز انا بقولكم رمضان صبحي غالبا مش هيستمر بقى عن بيراميدز غالبا وغالبا ممكن يروح الزمالك يعني اصعيح ورفض الاول او مش رفض يعني طلب من مسؤولي نادي الزمالك ان هم يزبروا عليه عشان يشوف عرض خارجي بس انا اعتقد ان رمضان صبحي ممكن ما يبقاش عنده عرض خارجي وممكن يروح نادي الزمالك بس هي الفكرة في قصة رمضان صبحي حتى انتبه حالكم عارفينها هي القصة انه بياخد راتب كبير راتب سنوي كبير تعاقده كبير جدا فهل هيتنازل او اما نادي الزمالك يتفعله الراتب ده اما يتنازل عن بعض من الارقام اللي كان بياخدها في بيراميدز نشوف الايام اللي جاية هتقول لها طريق حامد دخل حسابات الجهاز الفني المنتخب مصر بكاتر كابتن اياب جلال عشان ينضم في معسكر المنتخب اللي جاي سعدال المواجهتي غينيا واثيوبيا في تصفات كاس لهم الأفريقية 2023 والمقارة لها يومي 5 و 9 يونيو المقبل مصدر داخل الجهاز الفني اكد لقم 10 ان مسألة السن خارج حسابات الكابتن اياب جلال والاهم عنده هو مستوى اللاعب قبل الانضمام الى المعسكر طريق حامد كان خارج حسابات الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بكاتر البرتغالي كالوس كوش زي ما احراركم عارفين لم يشارك نجم الزمالك مع المنتخب في كاس العرب او البطول الافريقية وكذلك مباراتي تصفيات كاس العالم الحاسمتين من الاسماء اللي مطروحة جدا وكان معانا في مدخلة قبل كده ولمح لقصة نادي الزمالك مهند لاشين لعب نادي طلاع الجيش ووقع على ورقة رغبة للانتقال الى نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية من اجل اللعب للقلع البيضاء الموسم المقبل وده لان الزمالك بيسعى لتدعيم خط وسطه بشكل قوي في الموسم الجديد زي ما قلت لكم مهند لاشين قريب جدا من نادي الزمالك ان لم يكن لاعبا في نادي الزمالك الان طبعا بعد حسم الامور مع نادي طلاع الجيش هو كان قال انه خلص ده اخي الموسم دي مع طلاع الجيش في مدخلة سابقة وقال انه طلاع الجيش هو هيكون صاحب القرار في رحيله ولكن يبدو انه اتفق مع نادي طلاع الجيش على هذا الامر برضو فاطة الانتقالات بتقرب وربما يكون موجود في نادي الزمالك او غالبا موجود في نادي الزمالك او بالفعل موجود في نادي الزمالك موسيقى موسيقى